تعاني البلاد في هذا العام من تأخر نزول الغيث ضمن التوقعات الجوية لموسم الشتاء والخريف وما هو معتاد في مثل هذه الأيام على مدار الأعوام اليوم تكون هناك دعوات مختلفة لأداء صلاة الاستسقاء تقربا لله سبحانه وتعالى لتنزل علينا الرحمة من السماء خوفا من الجفاف الذي قد يصيب البلاد وأيضا ما يتعرض له المحاصيل المختلفة اليوم من أذى بسبب تأخر هذا الغيث في هذا الصباح نقرن قصلاة الاستسقاء وأيضا الاستغفار وانحباس الغيث ورفع البلاء ويحدثنا أكثر حول هذا الموضوع ضيفي فيها الاستوديو الدكتور أحمد شرفي سعد صباحك أهلا وسهلا فيك السهل صباحك وصباح جميعا لمشاهدين الكرام نحن دوما نكون ننتظر الرحمة تنزل من السماء في موسم الشتاء ولما بينزل نقول ربنا رضيان علينا الحمد لله رب العالمين فاليوم يعني لما بنا نحكي عن انحباس الغيث واليوم نحكي عن مصطلحين مختلفين غيث ومطر وغيرها فأنا يمكن حب في البداية أعرف منك هل فعلا يوجد فرق ما بين مصطلح الغيث ومصطلح المطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رحم الراحمين يا الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحمي أرضنا وشعبنا ونساءنا وشيوخنا وأطفالنا وشبابنا من كل سوء إنه على ما يشاء وقدير وأن يسقن الغيث ولا يجعلنا من القانطين لا شك أن العلماء تحدثوا سابقا حول قضية المطر عبارة أو لفظ المطر ولفظ الغيث فهل يأتيان بمعنى واحد أم لا كلام يطول لكن باختصار في القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل لفظ المطر جاءت في موضع العذاب النقمة ولفظ الغيث جاءت في موضع الرحمة أذكر قول الحق سبحانه وتعالى وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ هلو الموضع إيش؟ عذاب نقمة هذا المطر الشديد جدا عشان هيك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل مطر شديد جدا 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 مؤذي مهلك كان يدعو بالدعاء يقول اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام يعني الهضاب والضراب الجبال وبطون الأودية ومنابة الشجر لأن شدة المطر ربما تكون غضب وعذاب نعم فإذن لفظ المطر في كتاب الله عز وجل ورد في موضع الغضب والعذاب والنقمة ولفظ الغيث فعلا حتى غيث مطر غيث غيث مطر غيث لفظ الغيث جاءت في كتاب الله عز وجل هذه اللفظة أو هذا اللفظ في موضع الرحمة أذكر قول الحق سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث وينشر رحمته صحيح وهو الذي ينزل الغيث وينشر رحمته هذا في كتاب الله لكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي هذه اللفظ أو يأتي هذا اللفظ المطر في موضع العذاب وفي موضع الخير يعني أذكر أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المطر يقول مطرنا بفضل الله يعني بحمد الله هذا المطر جاء بفضل الله فذكر المطر في موضع الرحمة أو الخير أيضا أذكر هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح قال ثنتان ثنتان لا تردان يعني في موضعين إذا أنت قمت بالدعاء بإذن الله ما يرد ما هم يا رسول الله لحظة نزول المطر فذكر المطر ذكر لفظ المطر عند نزول المطر وعند وقت النداء عند وقت النداء فإذن المطر في كتاب الله كانت في موضع العذاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بعض الأحيين هكذا وفي بعض الأحاين هكذا والله ولما نتحدث إذن عن نزول الغيث والمقرون في الرحمة معناته انحباس هذا الغيث قد يدل على يعني ربنا على طول رحيم بكل تأكيد لكن نقول أنه ربنا فعليا ما بيطلع على قوم فيه من الظلم والفساد والطغيان فنقول أنه إحنا اليوم شبه عقاب يمكن يكون عدم نزول المطر رب العمين قال قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى رب قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إذن من أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكة أنا أقول عشان هيك رب العمين قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا شك إنه من أسباب عدم نزول أو انحباس الغيث كثرة الذنوب نعم الذنوب عشان هيك رب العمين قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق وأن لو استقاموا على الطريقة استقاموا ومشوا على الشراع السماوية لأسقيناهم ماء غدق وفي الآية الثانية قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إذن آمنوا واتقوا ماذا؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذن إذا عكس الإيمان والتقوى العصيان والطاعة وعدم الطاعة صح؟ فسبحان الله العصيان الذنوب الخطايا سبب من أسباب عدم نزول الغيث لذلك دعوة من خلال هذا الأثير المبارك أنه إحنا نرجع إلى الله عز وجل بالتوبة ممكن كمان ننظر لأنفسنا لنظرة حق ونشوف أدي اليوم نذنب بحق أنفسنا وبحق بعض أدي عم نشوف مظاهر للفاحشة يمكن اللي عم تكتر عم نشوف مظاهر للجور والظلم اليوم مشاكل كثيرة أخت ميساء يعني بتسمع عمالك حاليا عن عقوق والدين عمرك ما سمعت عنه سابقا إنسان يقتل أمه وينحرها نحرا ويفقى عينيها قال متعاطي مخدرات بتسمع عن مخدرات بشكل فضيع اليوم وبتسمع عن عقوق الوالدين بتسمع عن أكل حق الأخت في الميراث والأقارب في الميراث بتسمع عن الربا ورب العديم قال في حق المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله صور في حق المرابين لما ربنا يحاربه كيف ينزل عليه رحمته فالذنوب كثيرة عدم إخراج زكاة المال أيضا من الأسباب لعدم نزول الغيث لأن الحديث الصحيح الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولولا البهائمة لم يمطروا بداية الحديث قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائمة لم يمطروا عشان البهائم ولا كما حبست حق الفقير حبست حق الفقير فربنا حبس هذا الخير عنك ولولا البهائم ولولا الفقراء ولولا الأطفال ولولا كذا لم يمطروا عشان يقدعوا أيضا أن الناس بهذه الأيام انحباس المطر وهلاك الأموال ويباس الزرع وجد بالأرض أنه يذهبوا يتصدقوا الصدقة الصدقة تطفئ عفا تطفئ النار كما يطفئ عفا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار إن نبي صعيح قال داووا مرضاكم بالصدقة حصنوا أموالكم بالزكاة خلينا أقول أنها عقيدة مشتركة في كل الديانات السماوية جميع الديانات السماوية عندها نفس المعتقد ونفس المبدأ سيدنا موسى استسقى في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عين إلى آخر الآيات سيدنا سليمان عليه السلام أيضا استسقى ممكن كان برضو في مذنبين في زمن في كل زمن ومكان في مذنبين حتى ورد في الأثر أن سيدنا سليمان خرج للاستسقى فطبعا علم منطق الطير وكان يعرف حتى منطق الحيوانات والحشرات فشاهد أن أملة استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها تدعو الله عز وجل تدعو الله عز وجل فقال ارجعوا يلا ارجعوا سقينا بغيركم سقينا بغيركم ما بقول لولا البهائمة لم يمطروا لولا البهائمة لم يمطروا فدعونا اليوم على موسم الزيت والزيتون بحمد لله موسم خير بحمد لله الأصل نخرج زكاة الزيت والزيتون لأنه إذا أنا حبست هذا الحق عن الفقير ربنا رح يحبس هذا الماء هذا المطر أيضا عننا فدعونا إخراج الزكاة وزكاة الزيت والزيتون على الهامش أنه خمسة أوسق يعني النصاب ما يقارب 653 كيلو منخرج إحنا منه العشر إذا كان يسقى بماء السماء وإذا كان بري أنواع الري المعلومة والمعلومة نخرج الخمس إذا كان مرة بماء السماء ومرة بأنواع الري المتعرفة عليها 7.5% يعني المهم نخرج هذا الحق يكون فيه جزء للغير من مال الله أنا دعوة حتى جاري ما عنده أكل أروح أنا أتقرب إله أتقرب إلى الله عز وجل وأقدم له شيء من الطعام بعرف إنسان بحاجة إلى علاج يمصرت للوب آسكي يمكن يعني أنا ما أشوف جاري إلي ما عنده مال لشراء دواء للذهاب إلى الطبيب أحد الأطباء خريج جامعة النجاح شاب جديد خريج جديد بعمل عمله الامتياز بقول لي أخبرتني عيلي إنه بحاجة إنه أنا آجي أكشف على المريض لأنه ما معهم ثمن كشفية لطبيب مشهور أو طبيب معروف أو طبيب كذا فقال له ذهبت وكشفت عليه بشكل بسيط أنا لسا خريج جديد من جامعة النجاح وكتبت له الوصفة الطبية بعلاج معين المقصود إنه إحنا بحاجة إنه نتلمس حاجات الناس حاجات الجار على الأقل الجار على الأقل القريب يعني في ناس ما بسابة قريبها ببلش يحكوا ستات زمان إنه كان من قبل يجي الخير بكير وتنزل للمطر بكير ويكون في عندهم اكتفاء وبيارهم كانت تسقيهم طول السنة لأنه كانت قلوبهم على بعض ستي يعني والدتي لما كانت تعمل أي طبخة معينة تقول لي اذهب بوعاء بطبق للجيران صوري كان في صحنة دوار هذا والجار يرجع برضو الصحنة اليوم قد ما حتى عفن بصحوني بلاستك وممكن كذا عساس ما ترجعش وما يقدمش مقابلك اليوم اليوم الثقافة اختلفت السلوك اختلف نظرة الناس للحياة للآخرة للدين اختلفت فدعوة إنه إحنا نتقرب إلى الله عز وجل من خلال بذل المال وبذل المال مهم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به أيما أهل عرصة بات فيهم امرئ جائع فلقد برئت منهم ذمة الله فهي دعوة إنه إحنا نتلمس حاجات الناس إنه نخرج زكاة أموالنا الصدقة حتى ينزل الغيث بإذن الله خلينا أقول حتى لما القلوب جفت دكتور أحمد صرنا حتى لما منسمع عن دعوات لصلاة الاستسقاء بتكون الجموع مش كتير خلينا أقول صارت عم بتصير قلة ما بعرف يعني إحنا اليوم عم ننتظر صلاة الاستسقاء ما بعرف إذا تم تحديد موعد لإلها من مفتي الديار المقدسة ولكن عم نسمع عن دعوات في وسائل الإعلام وغيره لكن المشهد اللي رح يكون هل هو فعليا رح يكون في كتير ناس أنا أعتقد من تجرب سابقة صرنا نشوف العدد كتير قليل من الناس اللي فعلا بتستجيب وبتطلع على تستسقي هو دائما القلة القليلة هي اللي بتبقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن لو اتبعنا أكثر من في الأرض لا ضلون عن سبيل الله الأكثرية دوما من الصح والأقلية هي عادة هي الصح للعلم لكن إحنا برضو يعني من خلال الأثير المبارك أن نحث الناس على عدة أمور الصلاة جزء من الحل الاستغفار جزء من الحل يعني ممكن الاستغفار في آية قرآنية حكاية عن سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سبحان الله اقترانا الاستغفار في النزول في النزول المطار فأنا دعوة ست البيت اللي عماله بتشاهدنا حاليا في البيت وإنت عمالك بتعد الطعام بتضحي الطعام في المطبخ أستغفروا الله أستغفروا الله أستغفروا الله الإنسان اللي يذهب إن شاء الله بعد قليل لأداء صلاة الظهر من الأوقات اللي يحبث فيها الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة أستغفروا الله أستغفروا الله أستغفروا الله حتى عندما مدح الله سبحانه وتعالى المتقين في قيام الليل قالوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون حتى في مجالسنا اللي بخالطها نوع من النميمة والغيبة وبعض السلوكيات السلبية لا بأس إنه نهتدي بهذه النبي نقول سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونأتوب لك الاستغفار جزء لا يتجزأ من الحل كما اللجوء إلى الله عز وجل بالتوبة كما أن اللجوء إلى الله عز وجل بالتوبة والتوبة له شروط أربعة إقلاع عن المعصية الندم عدم الرجوع وإرجاع الحقوق إلى أصحابها فمش معقول أنا أستغفر ولازلت أنا ماك الحق الغير ما بزبت ما بسير فإذن التوبة مهمة الرجوع إلى الله عز وجل مهم الاستغفار مهم والصلاة الصلاة جزء أيضا من الحل هناك صور مختلفة للإستسقاء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مش مقتصرة فقط على الصلاة مش في الصلاة فقط يعني ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة والمسلمين فخرجوا إلى المصلة المكان يصلوا فيه العيد عادة ليس المسجد مكان عراء ويدعو الله عز وجل وورد عنه كيفيات مختلفة أنه ربما كان يخطب بالناس وطبيعة الخطبة كان يذكرهم بالله عز وجل بالتوبة بالتوبة بإخراج الصدقة بهذه المعاني الطيبة والقيم الطيبة فيه رواية أنه كانت الخطبة قبل الصلاة وفيه رواية بعد الصلاة ما فيه أي مشكلة ثم يصلى ركعتين كالعيد نحن نخرج إلى المصلة لأداء العيد الفطر وعيد الأضحى إلى العراء إلى المصلة فكان يكبر سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال كصلاة العيد ويقرأ الفاتحة وسورة الأعلى وكذلك في الركعة الثانية ثم بعد ذلك يدعو الله وورد عنه بعد الصلاة في أدعية محددة في أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أدعية بإمكانه الإنسان أن يأتي بها من عنده فكان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يبين بياض الإبط يرفع يديها كذا اللهم أغثنا هناك أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلا كانوا يقلبوا ثيابهم؟ صحيح وتحدث العلماء والفقهاء ليش كان النبي يقلب اتيابه يجعل اليمين يسار واليسار يمين أو حتى يقلب كامل يتحول كلام قال حتى يحول الله من حال إلى حال من حال سيء إلى حال أحسن وقيل نوع من أنواع التذلل إلى الله عز وجل مش والله جاي ببدلة وقرافة وكذا ويا رب اسقنا الغيث نوع من أنواع التذلل لما إنسان يقلب اتيابه بيكون لبسه مش كما يجب هو نوع من أنواع التذلل والتواضع لله عز وجل إنه يا رب إحنا مساكين وإحنا ضعفة وإحنا أذلة فبستنا الغيث يعني نوع هذه المعاني السامية ورد عن النبي إذن الصلاة في العراء ورد عن النبي إنه كان يقتصر يقتصر فقط بالدعاء وهو على المنبر للعلم الأصل الخطيب على المنبر ما يرفع يداه عند الدعاء لم يرد عن النبي فقط في الاستسقاء في الاستسقاء ورد إنه النبي رفع وللعلم ورد إنه النبي جعل كفيه ظاهر الكفين إلى الأعلى وباطن إلى الأسفل نوع من أنواع إيش برضو مش أنه يقلب الأمور نرجع نأكد أنه هي نفس كيفية أداء صلاة العيد بتكبيراتها نفس أداء صلاة العيد بتكبيراتها ركعتين في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام نكبر سبع مرات ثم الفاتحة ثم سورة الأعلى وكذاك في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال ورد عن النبي إذن الصلاة ورد عن النبي إنه فقط الدعاء وهو على المنبر ورد إنه قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فقط دون صلاة ودون على منبر وكان من ضمن هديو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا مريئا غير ضار عاجلا غير آجل مرة ثانية عشان المشاهد إذا بحب يكرر اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يعني إحنا ندعو بهذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في بعض الأحيان الدعاء إذن الصلاة لا بأس أنه نؤديها في العراء لا بأس أن نكثر من الدعاء للخطيب على المنبار لا بأس أن نكثر من الدعاء نحن حتى من غير صلاة إذن الحل يكمن في هذه الأمور كلها التوبة ورجوع إلى الله عز وجل الاستغفار وحكينا إحنا مهم أنه نتصدق نخرج جزء من المال اللي ما أخرى الزكاة واخرى الزكاة ماله أو الصدقة واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء اللهم اسقنا الغيثة أمين يا الله ولا تجعلنا من القانطين أمين يا الله بتشكرك دكتور أحمد شرف على كامل المعلومات التي أعطتنا إياهم نتمنى دوما لرساتنا أنها توصل وإن شاء الله ما نكون من القانطين شكرا لإلك نهارك سعيد